أخلاقيات تعلم الإلكتروني في البداية التعلم أو التعليم الإلكتروني هو التعلم من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية من حاسوب وإنترنت مشاهدة الفيديوز، قراءة ملفات، PDF، التعلم عن بعد من خلال وسائل الإنترنت طبعاً التعلم الإلكتروني له فوائد عديدة في البداية هو أسهل من التعلم التقليدي وذلك لأنه يمكن الإنسان من التعلم في أي وقت، التعلم من أي مكان المعلومة ممكن تعيدها بأكتر من شكل بتوفر الوقت والمال على الطلاب وأيضاً على الجامعات تقييم التعليم يكون بشكل مختلف ومستمر بحيث أنه نقل المعلومة ونوع التقييم رح يكون مختلف مع التعليم الإلكتروني الحفاظ على البيئة بسبب تقليل من استخدام الأوراق طبعاً المواد التعليمية في حال تم تحضيرها بشكل مناسب للتعلم الإلكتروني تكون جودتها أعلى من التعلم التقليدي طبعاً كلها بحاجة إلى تدريب اللي حدث أنه أغلب الجامعات الأردنية تمت الانتقال فيها إلى التعلم الإلكتروني بشكل مفاجئ لذلك أخذ وقت أنه نتعود على التعلم الإلكتروني طبعاً التعود على التعلم الإلكتروني لازم يكون باتجاه أنه نحصل فائدة من التعلم الإلكتروني لحتى نحصل أكبر فائدة من التعلم الإلكتروني يجب أن نحافظ على أخلاقيات وقيم المجتمع في البداية وأخلاقيات التعلم في التعلم الإلكتروني طبعاً أخلاقيات العمل هي نفسها رح تكون منطبقة على أخلاقيات التعلم الإلكتروني لأنه وظيفة الطالب حالياً هي التعلم فأخلاقيات العمل من إتقان والأمانة نكون مسؤول عن عملك الصدق التعاون حسن الخلق والصبر تنطبق تماماً على أخلاقيات التعلم بشكل عام والتعلم الإلكتروني بشكل خاص لحتى نخصص أكثر أخلاقيات التعلم الإلكتروني مجموعة من نقاط رح أذكركم فيها فقط للمحافظة على أهمية التعلم الإلكتروني وأيضاً لتحقيق النتيجة من التعلم الإلكتروني في البداية يجب اتباع دائماً وسائل التواصل المشارئ لها من قبل المدرس في بداية الفصل وعدم تجاوزها للضرورة القصوة يعني المدرس قالكم تواصلوا معي عن طريق الإيميل يجب التواصل عن طريق الإيميل فقط إلا إذا كانت حالة طارئة بإمكانكم التواصل معه مثلاً عن طريق الفيسبوك إذا المدرس قالكم تواصلوا معي فقط عن طريق الواتساب تواصلوا معه عن طريق الواتساب وجود حدود لآلية التواصل بتخفف الضغط النفسي على المدرس وعلى الطالب بنفس الموقت يعني المدرس مش رح يكون مشتت بين وسائل التواصل والطالب أيضاً لما بدي تواصل مع مدرس بيكون عارف آلية التواصل دائماً من خلال الجامعات يفضل التواصل من خلال إيميل الجامعة هذا هو الأفضل أو من خلال بوابة الطالب نقطة ثانية مراعاة أداب السلوك في التواصل الإلكتروني يجب دائماً احترام آلية التواصل السلوك المؤدد في التواصل الإلكتروني بغض النظرة هل إسمك موجود أو إسمك مش موجود يجب أن تعرف عن إسمك تعرف عن الصف اللي أنت موجود فيه الموجود فيها أو المادة اللي انت مسجل فيها لازم يكون آداب السلوك في التواصل الالتروني محافظة عليها بين الطلاب وأنفسهم ومع مدرسيهم النقطة الثالثة مراعاة سياسات الخصوصية واحترام الخصوصية للآخرين وعدم اختراقها خاصة لما يكون مثلا مدرسك إلو فيسبوك وطالب منكم ما تتواصلوا معهم طريق الفيسبوك هاي خاصة فيه إذا كان الطالب زميلك إلو معلومات خاصة فيه ما لازم تنشر هاي المعلومات دائما حاولوا قدر الامكان ما تنشره أي معلومة أنت مش بتأكدين منها أي معلومة خاصة بشخص آخر وأي معلومة كمان خاصة فيكم الحفاظ على الخصوصية وسياسات الخصوصية تشملك أنت كطالب وزميلك ومدرسك أو أي موظف آخر في الجامعة مراعاة قانون الطلبة في الجامعة حتى لو انتقلنا إلى تعليم الإلكتروني ما زال قانون الطلبة في الجامعة مفعل فأي مخالف إليه قانون الطلبة في الجامعة عليه عقوبة والعقوبة تفرط على مخالفته فدائما لازم تنتبه أنك تراعي قانون الطلبة في الجامعة بالإضافة لقانون الطلبة بدكم تنتبهوا كمان أنه قانون الجرائم الإلكترونية أيضا بإمكانه يجرمك لمجرد بوست أنت كتبته بطريقة خاطئة فانتبهوا حتى من قانون الدولة اللي أنت عايش فيها حماية حقوق الملكية الفكرية تنطبق على مواد اللي بيشاركها المدرس معكم إذا المدرس شارك معكم سلايز شارك معكم واجب لا يجوز نشره إلا بإذنه إذا زميلك فرجاك كتابة خاصة فيه ما بيصير تنشره إلا بإذنه دائما حقوق الملكية الفكرية لازم تكون محافظة عليها في التعليم الإلكتروني مراعاة عدم الغش أو نقل أي معلوم بدون إشارة للمصدر في البداية الغش واضح شو هو إنك تنقل واجب شخص آخر تنقل معلومة من موقع دائما انتبه للغش عقوبته كبيرة في الجامعة في قانون الطلبة في أي جامعة وأيضا إله نتائج سيئة على شخصيتك في المستقبل وعلى طريقة التعامل الناس معك في المستقبل فلازم تنتبه إنه ما تغش وإذا اضطريت إنك تنقل معلومة من كتاب من موقع دائما أكتب إشارة للمصدر أكتب المصدر كريفرنس أكتب المرجع أوكي بعرف أحيانا إنه الطلاب بيحتاجوا مراجع معينة حتى تكون هادر على إنك تستخدم هاي المراجع لازم أي معلومة تكتبها ما تنقلها حرفيا تعيد صياغتها وتشير للمرجع عشان ما تعتبر غش فلازم تنتبهوا للغش حاول إنك ما تساعد حدا تاني على الغش لأن المساعدة في الغش نفس العقوبة إلها مثل الغش مراعاة القواعد الأخلاقية وضوابة المجتمع في التعليم الإلكتروني قواعد الأخلاقية الموجودة وضوابة المجتمع من عدم الإساءة واحترام الآخرين دائما هي نفسها رح تنطبق على التعليم الإلكتروني ما بيصير تأذي الناس بأسلوب معين ما بيصير تأذيهم بألفاظ تكتب ضابط المجتمع من الاحترام إن كان الاحترام الكبير الصغير الألفاظ المستخدمة طريقة التعامل كلها تنطبق على التعليم الإلكتروني عدم الإساءة أو الضرر لأي شخص مهما كان الاختلاف بينكم حتى لو اختلفت وجهات النظر بينك وبين المدرس لا يجب الإساءة إلو بإمكانك تشير إلى الاختلاف وجهات النظر بأسلوب محترم بدون الإساءة حتى لو كان زميلك نشر شغلي على الفيسبوك نشر شغلي على الكلاسروم حتى لو سببت لك الإساءة بإمكانك توضح أنه هاي اختلاف وجهات نظر بإمكانك تتواصل إلى طريق التفاهم معينة بدون متسيء أو ضرب الشخص الآخر من الألفاظ الإساءة بالألفاظ ممنوعة الإساءة بالتنمر ممنوعة التجسس على الآخرين ممنوعة إرسال الفيروسات أو توزيع الملفات غير الأخلاقية على الآخرين ممنوع منعا تاما في التعليم الإفتروني وحتى بالتعليم التقليدي وحتى في إخلاقيات المجتمع وأي خلل بيكون نتيجته وخيمة إلك من خلال الجامعة وأيضا في المجتمع عدم إزعاج المدرس بأوقات خارج الدوام وعدم إفتراض تفرغه الدائم يعني المدرس قال لكم أنا عندي ساعات مكتبية من الساعة طمعش للوحدة هاي الساعة المكتبية هي المفروض أنت تسأله والمدرس متفرغ إليك عشان تسأله فيها فما تفترض أنه على الساعة طمعش بالليل بعد نص الليل رح يكون فاضي لك ما تفترض أنه الفجر رح يكون فاضي لجعبك إذا المدرس قال لكم هذا الوقت اللي أنا فاضي فيه استغلوا الوقت اللي هو فاضي فيه لتتواصلوا معه إذا شفت المدرس خارج أوقات الدوام المدرس انتهى دوامه ما بيصير أنك تزعجه إذا عندك سؤال وسؤال مضطر عليه بعت له إيميل وهو وقت ما يكون فاضي رح يجعبك فدائما أصبره شوي حتى لما تبعته إيميل ما تفترضه أنه الإجابة رح تكون مباشرة برضو المدرس إله حياته وعنده وقته اللي بيكون بيشيك فيه على إيميلاته وبشيك فيه على الكلاس روم فلازم تنتبه لهذه الأشياء وبنفس الوقت زملائكم ما تزعجوهم خارج أوقات الدوام إلا إذا كانوا طريقة التواصل هاي مقبولة بالنسبة لهم لكن افترض دائما عدم تفرغ الشخص الآخر ليجعبك بشكل مباشر دائما تحرى الصدق والموثوقية والأمانة في طلب البيانات والمعلومات ونقلها يعني لقيت معلومة معينة ما بيصير تصدق المعلومة هاي مباشرة إلا إذا كان في مرجع إلا إذا كان كان صادق منه أخدته إذا كان في موثوقية طبعا هاي المعلومات تشمل المعلومات الدراسية والمعلومات العامة اللي انت بتنشرها على الفيسبوك فهاي النصيحة عامة لكل وسائل التواصل الاجتماعية دائما انتبه شو بتنقل وانتبه من وين بتنقله وهل المصدر صادق وموثوق ولا لا احترم أفكار معتقدات الآخرين مش بالضرورة الآخرين بيشابهوك بنفس الأفكار مش بالضرورة بيشابهوك بنفس المعتقدات فلا إذا تحترم دائما أفكارهم ومعتقداتهم بغض النظر عن اختلافهم أو تشابههم معك ما بيصير تسيء للآخرين بسبب اختلافهم عنك حاول قدر الإمكان لك تبذل الجهد لتتعلم مهمتك في التعليم الكتوني إنك تتعلم إذا عندك سؤال اسأله وقت المحاضرة التزم بوقت المحاضرة ادرس المطلوب منك وحضر لامتحاناتك بمصداقية فكل ما أنت أديت واجبك كل ما كانت النتيجة أفضل إلك الالتزام بالتعلم المجتمر واتباع تعليمات المدرس أثناء العملية التعليمية حتى تحقق النتيجة المطلوبة من المادة إذا المدرس قال لك مطلوب منك تدرس شابتر 1 ادرس شابتر 1 مطلوب منك تدرس الجزء الفلاني مطلوب منك تحضر الفيديو الفلاني فلازم تتبع هاي التعليمات المدرس مهمته في التعليم الإلكتروني توجيهية بوجهك إلى أحد المعلومة من المصدر المناسب شوية تغيرت وظيفة المعلم عن التعليم التقليمي برضو وظيفتك صار فيها مسئولية أكتر كطالب فلازم تتحمل كطالب مسئولية التعليم ومسئوليتك إنك تتابع تعليمك حتى تستفيد الفائد القصوى من أي مادة أنت مسجلها في النهاية الأخلاق هي نفسها في المجتمع نفسها تنطبق على التعليم الإلكتروني لذلك دائماً لازم تكون مصادر التعليم الإلكتروني وبوابات التعليم الإلكتروني مساحة آمنة إلك إنك تتعلم وتشارك المعلومات بشكل مناسب في النهاية لازم تتذكر إنك بدك تحترم نفسك وتحترم غيرك فكر قبل ما تحكي أي معلومة تواصل مع زملائك للاستفادة مع مدرسيك دائماً كون لطيف في طريقة التواصل ومحترم لا تشارك الباسورد مع غيرك دائماً أي باسورد إلك لا تشاركها أي معلومات خاصة إلك لا تشاركها مع غيرك ولا تأذي غيرك خلاصة الأمر أحترم نفسك وأحترم غيرك وحتى تتأقلم مع التعليم الإلكتروني وتستفيد منه بشكل أكتر لازم تحدد هدفك بوضو هدفك اليوم مثلاً تدرس مادة كالكولوس هدفك اليوم تدرس مادة سي بلس بلس فهدفك اليومي لازم يكون محدد فمجموعة مصائح فقط للاستفادة من التعليم الإلكتروني بشكل أفضل حدد هدفك اليومي عندي اليوم محاضرة واحدة محاضرتين بحدد هدول المحاضرتين لازم أدرسهم التزم بوقت المحاضرات قدر الإمكان وقت المحاضرة ساعة على الأغلب المدرس رح يعطيك فيديو أقل لأن الأسئلة مختصرة شوي رح يكون متوفر لوقت المحاضرة الأسئلة أنت أحضر الفيديو وقت المحاضرة الأصلية أو إذا كان بص مباشر وأسأل أسئلتك في وقت المحاضرة فبتالي أنت رح تستفيد رح يكون جدولك منظم اختار مكان هادي ومفضل إليك أنك تدرس فيه بإمكانك تختار الوقت المناسب للدراسة تعيد المحاضرة مرة تانية حاول قدر الإمكان تختار مجموعة من النقاط اللي بتنفذها يوميا مثلا أنا عندي واجب واحد واجب لمادة اثنين واجب لمادة ثلاث هدول بدرسهم اليوم بنفذهم اليوم بكرة بقرأ شابتر تاني فكل ما حددت يوميا المادة اللازمة إليك تنفيذها صارت مهمتك أفضل بعد عن الأخبار قدر الإمكان والمشتتات الإلكترونية نعرف إحنا أحيانا وقت المحاضرات بيكون طلاب مشغولين شوي بالموبايلات قدر الإمكان أنت وقت المحاضرة حتى لو أنت عم تدرس على الموبايل اطفيد تنبيهات الـ Notifications من أي أبليكيشن تاني الفيسبوك الواتساب أي أبليكيشن ممكن يزعجك اطفيد وقت المحاضرة خليه خاص للمحاضرة وقت الدراسة ابعد عن أي مشتتات إلك كل ما كنت بعيد عن المشتتات الإلكترونية أو الأخبار قدر الإمكان كل ما كان مخقصا وفي أكثر أنه يستفيد من المادة الإلكترونية في النهاية do your job تعلم مهمتك في التعليم الإلكتروني ووظيفتك ومسؤوليتك أنك تتعلم قدر الإمكان من المادة التي تنسجلها لازم تحصل على الفائد القصوة من المادة التي تنسجلها طبق أخلاقيات تعلم أخلاقيات العامة في المجتمع الضوابط العامة كن ملتزم وتعلم وبالنجاح والتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر